يرحب كعادته بضيوفه وضيوف أبيه مبتسماً وهادئاً وأتت زيارتنا له بعد عودته من المدرسة هذا حوار أبوي معه عما جرى معه في يومه الدراسي ومن الذي أنجزه لم يكن فيصل كذلك فبمساعدة والديه كسر الحواجز وتجاوز العقبات كونه ولد بمتلازمة داون فقبل 14 عاماً أطل على الحياة ورأى النور متناسياً المتلازمة وفارداً أنموذج مواهب وعلم وعمل أي صف تدرس؟ صف، سادس، كتب، وادب، حلوادب، سكتريات، علوم، وإيجليزي، داديات طيب، أكلمني عن السباح السباحة، وأسباح، وظهر، وحرى المعاونون في حياته كثر لكن والدته كانت الأساس في تحوله هذا والتسجيل كل عقبة بإرادة أخاذه إلى إنجاز أنا دائماً أبحث حتى كنت أبحث مواقع ثاني مواقع الجنبية وكنت أترجم بعض المواقع أساس أن أعرفوا شون نتعامل مع هالفئة هذه طبعاً فيصل شيء جديد علينا على العائلة كلها يعني داون ما عندنا كثير ولا عندنا خلفية كثير عن هالفئة ثمان سنوات أول مرة شارك في جدة في السباحة يعني هذا حسيت أنها قفزة يعني لي بدأنا على قراتهم ندخل في الـ بدأنا نجني أم فيصل شركت في عدد من المبادرات وكانت بارقة أمل بابنها لذوي المتلازمة بطرحها ونصايحها مع هذه الفئة الغالية أول شيء أنا أقول لهم دائماً الصبر يجي معاه الرضا فهذه النقطتين هذه إذا اجتمعت مع بعض راح تمشي الحياة جميلة إيش حابة تقول والدتك بالعزم استطاع عدد من ذوي المتلازمة تحقيق طموحات أبنائهم بإشراكهم كأعضاء فاعلين في المجتمع والاستفادة من نماذج ناجحة كفصل العواد لبرنامج الشارع السعودي عبدالله هالدلم الرياض اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر